بسم الله سمال فورا بيم جايد ده ده الإرشاة دي للناس اللي شغالها في البيم وهو منتز جدا الحقيقة هنبدأ نشوفه مع بعض هنا دي المقدمة بيقولك المخرجات اللي احنا محتاجين ان احنا نخرج بها من عملية البيم دوت ان احنا يكون عندنا عناصر فيها المعلومات الكاملة ويكون فيها اي معلومة احنا هنحتاجها فهي احنا الشغل ندر نرقيها في قلب الموديل اللي احنا عمله البيمكسو شامبلان دي خطة لتنفيذ المشروع بتبقى بين المالك والجهل اللي عاملة الموديل او المكتب الاستشاري بيقولك لازم تتعرف الاهداف من عمل الموديل لازم يكون معروف كل شخص مسؤول عن ايه والموديل نفسه مسؤولية مين ومين صاحب الموديل دوت الحاجات الاسئية لازم تحط معنواتها على مشروع اهداف المشروع كل الاشخاص الاساسيين اللي شغلين في المشروع العمليات والاستراتيجيات التبادل المعلومات التي تتعاملها ازاي الاجتماعات البرامج والاجهزة تبقى مواضحة في قلب البيمكسو شامبلان المفرغات اللي احنا منتظرينها طبعا انت ممكن خلال الموديل تقدر تطلع موديل تقدر تعمل موديل تقدر تطلع كل اللوح الدزاين كل اللوح شب درون كل اللوح الاسبلت بعد ان تعمل مثلا لازر سكان او مانوال تقدر تعرف اماكن كل حاجه وتعمل update للموديل بتاعك بحيس انه يكون فيه المعلومات اللي نقدر نعمل بها اللي بريشن بتشغيل المبنى عناصر بتاعة البيم يكون فيها المعلومات يعني فيه المعلومات مجسمة زي size والvolume والشكل والارتفاع والاتجاه وفيه معلومات بيتبقى عبارة عن information انت بتكليبها specification للمعلومات الكست بش تقدر تجسب من كست بس تقدر تجسب الارتفاع تقدر تجسب الوليوم وتقدر تكتب كيمة تكلفة العنصر دوت وطبعا انت كل شوية بتطور الموديل يعني ممكن في اول مرحلة بتحط العمدة بدون تفاصيل يعني بتحط العمود وتقول له لقمة S يعني انا نحط العمود مثلا 20 في 20 وبعد كده نحط التفاصيل اللي هي الابعاد الحقيقية بعدين ممكن فيه بعض العنصر تقول انها تطلع 2D في المرحلة دية وممكن تقول الحاجات تطلع 2D في كل المراحل من مراحل المشروع دية الابعاد الحقيقية فهنبدأ نحط بس المعلومات العامة في قلب الموديل ليس مطلوب مني ان انا احط كل التفاصيل لأهي الحاجات الاسسية الاسكيل بتاع الوحة من 1 ل200 لحد 1 ل1000 لان ان انت حسن حجم المشروع ما بتحطش لوحة تفصيلية بعد كده في الاسكماتيك من 1 ل200 بتبدأ تحط العناصر بتاعت المشروع بكون انت خط موافقة على الفكرة الاخصية تحت المشروع وبعد كده بتبدأ تطور فيه وبعد كده بتخش في مرحلة Detail Design 1 ل200 مثلا بتبدأ تحط التفاصيل وتقدر تطلع اللوح بالشكل دوت وبعد كده في مرحلة الـ Constructions فيه حاجات تبقى 1 ل5 تمام تفاصيل التفاصيل تركيب حاجة لان انت خلاص بتخش في تركيب العناصر الـ Fabrication اللي هو 1 ل400 فتفاصيل التفاصيل التفاصيل المخامير ممكن توصل إلى 1 ل5 لحد 1 ل100 وبعد كده اللوح الـ Asperts تبقى 1 ل100 وتبقى فيها تفاصيل أكثر ويبقى فيها نفس المعلومات اللي موجودة في الموقع بحيث ان انا حبيت اشوف نفس الحاجات عشان نعمل سيانة لها تكون في مكانها لانا ممكن يكون فيه تعديلات عن اللوح شوبدرونج أثناء التنفيذ عمال حاجة مختلفة فلازم نعمل update للموديل وبعد كده الفسائلة management بحيث ان احنا نعمل سيانة ونقدر لو فيه اي مشاكل نقدر نعرف المشكلة موجودة فيهن قبل ما تحصل المشكلة ممكن نعرف المشكلة هتحصل امتى يعني بقى فيه بعض السنسور بحيث قبل من حاجة التووز بيديني انظار ابدأ اتصل بالشركة السيانة واعملها سيانة وقائية فيه المسؤوليات تمام فانت بتبدأ تكتب بقى الاهداف المشروع و الارتكشور من استراكشور الامي بي البروجيكت منجمنت الكنتراكتور وبعد كده بنتكلم بقى عن الناس اللي هتعمل الموديل موسيقى و قد ذكر و كل مرحلة من المراحل المشروع متزال الستيش كنفتر اكتشور الستيش بحيث بمضاع اي معلومات اعزينها عن المنطقة اللي بقى المشروع عن الانيرجي عن اللايتكتك تزاين عن الالجريمارك البين موديل المباني الموجودة حاليا يعني ممكن تكون انت بتعمل مباني معين وعشان تظهر الموقع نفسه وتبدأ بتعمل مجسم المباني اللي حواليك طبعا بشي بتحط تفاصيل الدوار ممكن بس مجسم كده زي مكعب الأبعاد بتاعة المباني اللي جنبيك على اساس تشوف simulation للزلال والشمس والرياح وهكذا نبدأ نتفق ازاي هنبدأ نتبادل المعلومات فممكن مسلا نكون ده المعماري وده الانشاية وده الكهروميكانيكل كل واحد شغال في فولدر البيت الاقسام ما تشوفوش ولما نخلص شغل باخد copy من الملف وابدأ احطه في الفولدر الخاص في coordination بحيث ان باية الاقسام تقدر تشوف الحاجات الموجودة في البيت الاقسام وتبدأ تسحب وتبدأ تشغل منه يعني ده مثلا انا شغال وممكن بعدي الحاجات فمحدش شاف التعديلات بتاعتها بس كل اسبوع باخد copy من الملف دوت وحطه هنا وهو الانشاية وكهروميكانيكل اللي يشوفو الملفات اللي موجودة في coordination وكل فترة بابدأ اخد الملفات اللي خلص شغل فيها وبعد ما المسؤول اللي يقول لي اروح باخد كوب منها واروح حاطتها في الاركايف على اساسي عندي زي تاريخ أو مهم جدا موضوع ان انا اقسم الموديل او ابعرف الموديل بنبدأ نعمل اجتماعنا كل مشروع ونبدأ ان اكتفق هنقسم الشغل ازاي ده هنا بنتفق ازاي هنبدأ ان نتبادل المعلومات او هنشتغل ازاي دي في كل مشروع برضو في كل مرحلة احنا بنقول مثلا ان انا هقض مع المالك اعرف منه المعلومات واقول له مثلا من تكلفة بادي ويبقى عنده كل التصور الكامل والارتكشر يبدأ يشوف يعمل موديل مبدائي ويعمل ماثنج كونسيبت الامي اي بي بيش هطلوب منه انه يعمل حاجه في المرحلة ديت في الموديل لو عمل يبقى كويس لو ما عملش هو بش هطلوب منه المرحلة الاسكماتيك بيبدأ يعمل مراجعة الاسكماتيك هنه بيبدأ يزبط الموديل يدخل بعض المعلومات يتبادل المعباية الاقسام والدتيل ديزاين طبعا هنا الكنتراكتور بيبقى لازم يكون موجود معنا ويتبادل معنا المعلومات ويدينا فيدباك لانه هو لا الشغل في برضو الابوريشن وفي سوستينابلتي كل الناس ديات حتى لو شغلهم بش في المرحلة دي لازم يديونا الفيدباك ويقولونا اذا كان الحاجات دي هبقى مشكلة او لا هنا في المراحل في الكونستراكشن خلاص انا بسلم الشغل بتاعي وبرد على اي ار فاي كراجل كونسولتنت برد على اي ار فاي اسبلت انا خلاص الشغل بس برضو ممكن يترب مني ان انا اتأكد من الموديل الفاسلتة منجمنت هنا برضو ببعد مع المالك ويتفقه مع بعض هنا بنبدأ ان نبديله لو في اي تعديلات ممكن يكون حصلت اثناء التنفيذ فممكن يعوز منها شغل حتى بعد ما عملنا الاسبلت ممكن يكون محتاج مننا حاجة سابورت ونقدر نقدمها له ونفرش مشكلة والارتكشور بتبادل مع مي وبتبادل مع المعلومات بيحس ان يبقى فيه موديل واحد فيه كل الملفات متجمعة كل فريق من الديسابلين بيبدأ يعمل مع نفسه ويتأكد انه ما عندهش اي مشاكل خالص وبعد كده بنتفق مين اللي هيبقى مسؤول عن البيتة الاقسام ويبعت للشخص دوت انت مفروض انت تتحرك ممكن مثلا المعماري عمل مع نفسه والصراكشور مع نفسه وممكن واحد فيهم يعمل مع بقية الاقسام يزبط شغله بس في الاخر لازم فيه شخص يكون مسؤول ان هو ياخد شغل من جمال الاقسام ويقول ده المفروض يعدل يعني مثلا لو الباب خبط في عمود هتحرك ده ولا ده فنبدأ ندرس الموضوع ونشوف غالبا العمود هو اللي هيبقى ثابت والباب هو اللي تحرك بس برضه ندرس ممكن يكون العمود في مكانه هنا بش مصبوط مثلا لو فيه تكييف مع صحي كل ده كواعد معينة ان اللي يتحرك فتبقى فيه بيم كوردونيتور هو اللي بيكود الموضوع وهو اللي بيحل المشاكل اللي موجودة فهنا المخرجات بتاعت المشروع فيه حاجات بتخرج سريد دي وحاجات بتخرج مفروض انا ببعت الملف الاصلي وابعت له الكاد دروينج وابعت له بدي اف او دي دابل اف حسب الانتفئة اغلب الاكواد بيقولك يبعت دي دابل اف بس اقدره عايز يعدل بعد كده او هيدل شغل حدي تاني فالأفضل انا ادينه الملف الاصلي مقوي مهم جدا موضوع data security and saving متأكد ان المعلمات هنطفوش من المكتب لاي مكان تاني كوالت الشرس ونبدأ نحط بعض قواعد معينة وبعد كده نتأكد ان احنا نتزلنا بها يعني مثلا اتفلنا على تسمية معينة ففي اخر المشروع بابص كده هل التسمية دي من التسمين بها او لا متفقين مثلا على مسافة معينة من التلاشات ممكن حاجات بشكل من التلاشات ونحن نتقل عن 5 سنتي فانتأكد من المعلومات من المعلومات الاجيومتري ونتأكد من الانفروميشن ونتأكد من الماتيريال ونتأكد من ان احنا مطبقين للمكتبين ممكن تتعمل شغل كثير جدا اكثر من المطلوب بس فعلا الشغل سيئ لان انت بش ملتزم بالكلام يعني بفرد مثلا انا عايز هنا حديقة وعملت لي فيها حمام سباحة وعملت لي فيها حاجة كثيرة جدا وممتازة جدا بس بشوها يبقى الشغل غير مقبوح فاهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا نبقى معنا ملتزمين بها ممكن ان نكتفل بلان ان في حاجة معنا بش اعملها خلاص يبقى بش تتعمل وكل مرحلة بنبدأ ان نشوف هنسلم الموديل امتى وهيسلم ازاي واذا يبقى تكامل معنومات بين الموديلز وانتفق على طريق الشغل وانتفق على طريق الشغل هنا بيقول العقود هنتسلم ازاي انا شخصيا بفضل بحيث ان يبقى فيه تكامل من اول يوم بين كل اطراف المشروع بنبدأ ان نشوف البروجيكت مانجر ايه المسؤولات عليه وايه المطلوب منه او اللي يعمل اهداف يتفق من الاشخاص اللي هتبقى شغالة وكل واحد ايه المسؤولات بتاعته ايه المسؤولات بتاعت المشروع البيم كوردونيتور اللي عند الكونسلتنت هيبدأ يشوف التصميم يبدأ يحل الكلاشات يبدأ يكود الفريق لو حد عنده هو يدخل يعمله البيم كوردونيتور فور كونتراكتور المعاول اللي يبدأ يدرس التندر دروينج يبدأ يراجع على اللوحة اللي بيستلمها يبدأ يعمل لها updated يبدأ يتأكد من الجودة دي بعض الكتب الريفرانس هنا بقى الملحقات اللي بتجلم على عناصر المعمالية كبيرة موزاة موزاة المصدر يبدأ المرحلة الفلانية مين اللي مسؤول عنها البيتمنجر مين كل كسب من الأقسام هيبقى مين الشخص اللي مسؤول عنها